شهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مصلحة الأرصاد الجوية تحضر من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الساحلية الوسطى كبومرداس إلى غاية زيوزو بجايا شمال منطقة البويرا حتى بجيج البسكيك دابي عنابة بالطرف بقسنطينة بميلا بسطيف حتى بقلمة وسقراس يجب أخطى الحطى والحضر يوم الغد بإذن الله الاتراب الجوي يبقى نشيطة الفعالية أقول نحو سواحل الشرقية دائما أجواء غائمة غير مستقرة مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية أيضا هبوب رياح قوية على سواحل منطقة الأوراس ستشهد الأمطار لكن بأقل حدة المناطق الوسطى ستشهد أجواء متقلبة مع بقايا الأمطار خلال صباحة تحسن تدريجي في حالة التقس ابتداء من الظاهرة بإذن الله بينما المناطق الغربية ستشهد أجواء مشمسة لكن حذاري ضباب سيميز المرتفعات الوسطى والغربية الرؤية ستكون ضعيفة خلال الصباح الباكر الرياح أيضا ستبقى قوية بالمناطق الداخلية والهداب الوسطى كذلك الشرقية مرفوقة بتطير للرمال الرياح أيضا ستكون قوية نحو شمال الصحرى الوحاد ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية حتى بالنسبة لوسط الصحرى أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب لكن مع أجواء مستقرة على العموم بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم ستكون البرودة محسوسة نتيجة لتسرب الهواء البارد الدرجة السفر بالبيت 6 درجات بوهران بيت نمسان بباتنا سطيف 7 درجات بقسنطين 9 بالعاصمة زيوزو 12 بسكيك داع النبا 10 درجات ببيسكرا ورقلا وإنسالح كذلك بيتامان راس وتندوف 6 درجات ببشار وترتفع إلى 15 درجة بأقصى الجنوب خلال ظهيرة الغد البرودة ستكون محسوسة على كل المناطق الشمالية 9 درجات فقط بالبيت 11 درجة بكل من قسنطينة وتيارت 14 بيت زيوزو 18 إلى 19 درجة فقط بسواحل في حدود 20 درجة بالجنوب الشرقي 18 بشمال السحراء 25 درجة بيت دوف وترتفع إلى 30 درجة بأقصى الجنوب فيما يخص البحر سيكون مضطرب على سواحل الغربية كثيرا الاتراب خلال الصبيحة بنسبة لسواحل الوسطى والشرقية هنا الرياح ستكون قوية تصل محليا إلى 60 كم في ساعة بحر مطرب بسواحل الغربية رياح معتدلة خلال الصبيحة ثم تصبح ضعيفة خلال النهار بحول الله اتجاه الرياح سيكون من غربي إلى شمال غربي